هذا هو خالد .Y.Zakit Channel على يوتيوب درس النهاردة Part 2 من الـ Using Section أو الـ Special Difficulties اللي هي استخدام الكلمات المتشابة والكلمات المتشابة هذه بتبقى أساسية لأي متحانة English في المرحلة السنوية أو مرحلة ما قبل الجامعة لكل متحانات الإنجليش في العالم الكلمات المتشابة هذه اسمها Special Difficulties أو Using طبعا استخدامات Using استخدامات ده Part 2 من الكلمات اللي عادة بتاع المرحلة السنوية نقول بسرعة مرحيم ونبتدي طبعا في حاجات سهلة جدا How about و What about للسجسشن الاختراح في سيغة سؤال How about plus gerund How about going to Alex next Friday أو What about going to Alex next Friday How about or What about that suggestion In a question form سيغة سؤال وبيجي وراهم جارند لو أذير بلاس آيان جي هاد باتر هاد باتر ممكن تتلخص بيود باتر يبدي اللي قبل باتر دايما هاد يود باتر study harder دي strong advice طبعا نصيحة جامدة قوية يود باتر أحسن لك أفضل لك study harder for your exam يود باتر not لو negative بقى يود باتر not be late for class again لأن يود باتر بيجو وراها مصدر الفعل من غير 2 فهيود باتر study يود باتر not be لأنه مصدر تشكلت الفعل الشكل الفعل هنا مصدر من غير 2 prefer طبعا هي متعودة مرتين لأهميتها وتركبتها بتتنسي I prefer coffee to tea يعني I prefer noun plus two plus noun I prefer gerund plus two plus gerund هل لازم عيد نفس الجرند؟ لا I prefer drinking tea to drinking coffee I prefer playing football to swimming متحن سابق يبقى هنا طبعا لما prefer تاخد two في النص يبقى شكل الكلمة قبليها يتعد بعديها هو هو نفس النوع وتيجي اسم plus two plus اسم أو gerund plus two plus gerund وهنا انت بطول رأيك بصفة عامة مجرد رأي بارو لاند I borrowed أنا استلفت يبقى بارو مفعولها بيرجع للسبجيكت I I borrowed أنا اللي استلفت L E طبعا الجنين المصري بيكتب تور عمره كان من غاية مرحلة قريبة L E the French L E 20 from Tamer Tamer lent me Tamer سلفني Tamer lent me يعني Tamer سلفني L E 20 يبقى I borrowed هيروح للسبجيكت أنا اللي استلفت Tamer lent me Tamer سلفني Tamer عمل الفعل والفعل راح بفعوله للأبجيكت me I 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 Married I I I I تصف عادة يصف عادة أنا أصبح هالكود صورها بالموبايل اوكي الصفات التي استخدامات الصفات اللي بتنتهي بإي دي أو آي أحمد استايرد إي دي للبناء دمين أحمد استايرد يبقى أحمد تعبان أحمد استايرينج المعنى يتشاقلي بيبقى أحمد متعب شايفين؟ والآي ان جي ييجي للجماد The journey was tiring الرحلة كانت متعبة يبقى إي دي أجيكتيف يصف الاسم بتاعه الفاعل أحمد استايرد سوبجيكت أحمد تايرد بتصف أحمد أحمد تعبان أحمد استايرد المعنى بيتحول يبقى أحمد متعب للجماد بستخدم إن جي The journey was tiring طبعاً كل حاجة في الإنكليز بيعليها استثناء بس أنا مش هاشرح هي استثناء في الأساس الشرح يعني خلي لما نصدف جملة يكونوا محتاجين exceptional case ها بقى أشرح خلينا في الأساسيات يبقى أحمد مل أحمد is boring زهان أحمد is boring يبقى أحمد مل يبقى أحمد ممل The movie is boring للجماد ING تشتغل عادي جدا يبقى احنا بنقول عادة ان فيه rule بيقول ال-ed adjective للبنى قدمين ال-ing للجماد بس ال-ing لو جابا لقدمين بيشقلب المعنى زي ما انتو شايفين أحمد is amazed هو مذهل أحمد is amazing هو يذهل لكن ال-work جماد يبقى amazing خدوا بالكم لكن impressed يبقى impressive أحمد is impressed يعني مبسوط من شغل أو حاجة راضي مبسوط كده عادي لكن مفيش ING بقى هنا أحمد is impressive يعني الناس بيتنبهر بأداءه مثلا بتتبسط من أداءه أحمد is interested in طبعا interested in حاجة يعني هو مهتم بحاجة هو بيحب يعمل حاجة is interested in tennis in reading in football أحمد is an interesting character هو شخصية شيق شايفيني الفرق الاستخدامات the-book is interesting لجماد يبقى interested in حاجة لكن أحمد is interesting يبقى هو شيق the-book جماد interesting المعنى هنا اتغيرت شوية الاستخدامات اتغيرت شوية نخبرنا من الحالات اللي فيها استخدامات متغيرة طبعا في حاجات سهلة جدا how about and what about للsuggestion الاقتراح في سيغة سؤال how about plus gerund how about going to Alex next Friday or what about going to Alex next Friday يبقى how about or what about their suggestion in a question form سيغة سؤال وبيقوا راهو مارا تانية use used to be used to use استعمل او استغل استعمل استغدم او استغل he used استغدم a screwdriver مافاك to open the box التانية used to والتنتق used to ماتتنتقش لكن لازم تكتب I used to يعني حاجه كنت معتقود عليها زمان ودلوقتي بطلته I used to smoke يبقى دلوقتي بطلت ادخن يبقى اول فعل use ده فرب to use استعمل ويستغل used to يعني past habit كنا بنعمل كده زمان وبطلنا لكن BE PLUS USED TO يعني متعود VERB TO BE في ال PRESENT PLUS USED TO يعني متعود متعود تصحى الفاجر جاتلك شغلان الفاجر مش فرق معاك لانك متعود I AM USED TO LIVING IN THE COLD I AM USED TO LIVING متعود لـ LIVING فروحت بلد الدنيا قلبت برد جامد مش فرق معاك انت نازل بـ T-SHIRT أو يضوبك حاجة خفيفة كده شوية وعادي هي بقى I AM USED TO هي I AM ACUSTOMED TO هما نفس المعنى نفس كل حاجة يعني I AM ACUSTOMED TO متعود اللي بنشرح بها I AM USED TO يبقى I AM USED TO أو I AM ACUSTOMED TO بمعنى متعود بيجوراهم جاراند أو ناون مثال الثالث I AM USED TO WAKING UP VERY EARLY IN THE MORNING متعود أصحى بدري عادي ما عندش مشكلة المعنى الجاية بقى أصحى بدري عادي I AM NOT ACUSTOMED أو I AM NOT USED TO مش متعود I AM NOT ACUSTOMED TO I AM NOT USED TO BEING TREATED LIKE THAT إن حد يععملني كده. إنت لو حد عملك بترى أنت مش مضايقك هتقوله I am not accustomed to, I am not used to being treated like that. أوكي كده الكرامر مضبوط ولما تقولها لو دامك هيعرف أنت بتعرف تكلم إنجليز. I'd rather plus مصدر من غير تو. I'd rather go to the movies لو حكمل القملة. I'd rather go than the ad muster أيضا. I'd rather go than watch. شايفين parallel structure. شكل ونوع الفعل قبل than يتكرر بعد than. I'd rather go أي حتة than watch whatever أي حاجة. I'd rather have tea than coffee. لكن I prefer tea to coffee. من فضلكم احفظوا الحاجات دي عشان ما تتفاجئوش في الامتحانات بأن دروس الجرامر دي منهج. وأنتم مش وغدين بالكم. سوى امتحان أولى أو تانية أو تالتة سنوي. أو أي امتحان لغة قبل مرحلة الجامعة. على مستوى العالم. دروس دي سابتة في امتحانات اللغة. ما قبل الجامعة دي جرامر اللي هو بتتاع الكلام ده. لغير متحدثي الإنجليزية اللي هو إيه مش أمريكاني والإنجليزي مثلا. I'd rather have tea than coffee. لكن I prefer tea to coffee. استخدامات play would go would do في الأنشطة. play مع كل أي لعبة فيها الكورة. أي بول تاخد play. فوتبول بقى تانس. فوليبول. باسكتبول. you name it. أي حاجة فيها كورة play. أي نشاط بـ ING يبقى go. go swimming. go bicycling. go sailing. وكمان go shopping. الباقة ياخد do. وعلى فكرة دول اللي بيؤدى ودو في الإنجليز دي وزنة أفعال زي فعلة بالعربي. بنسبة كبيرة جدا. يبقى do judo. do karate. الناس هم تقولون كاراتي بيتحكوا. بس هو بالإنجليز اسموا كده. بس مش كاراتي. كاراتي دي بالمصري. do karate. أي لعبة تانية شباههم برضو do. قدول. play basketball. football. tennis. squash. go swimming. running. scuba diving. water skiing. riding. do karate. do judo. وفرق استخدامات travel. voyage. flight. journey. trip. travel. السفر بصفة عامة. I like to travel. أحب السفر. أي سفر كلمة سفر دي. travel. voyage. رحلة في البحر. ممكن حاجة تانية. voyage in space. في الفضاء. يبقى voyage أساسا في البحر. وممكن في الفضاء. flight. رحة طيران. واضحين دول. يبقى travel السفر بصفة عامة. رحلة بحرية. voyage. أو voyage in space. الفضاء. flight. رحلة جوية. المهمة بقى استخدامات journey و trip. دي اللي فيها بقى مزيد من الصعوبة. عمل السفر. The journey. أول معنى أو أول استخدام للجرنة. الرحلة من مكان لمكان. يبقى لو أنت في دماغك بتقول رحلة من مكان لمكان أو إلى مكان. تبدأ The journey على طول. الرحلة إلى باريس أخذ 5 سنوات الرحلة رحلة إلى باريس يعني من المطرح أنت موجود إلى باريس الرحلة مكان لمكان رحلة هادي استخدامنا مرة واحد رحلة طبعا جميلة طبعا جميلة 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 طبعا جميلة رحلة متعبة إزاي كانت عاملة الرحلة رحلة ما هي رحلة مكان لمكان لو عايز بقى أوصف الرحلة هي أيضا جميلة ثلاثة رحلة اعتيادية رحلة اعتيادية شاهدنا هادي احنا لو تقربناها بالعربية يقولك إذا إزاي جميلة مع كل يوم مشواره للشغل تنفعش؟ لا تنفع بالإنجليش عادي جدا والجومة دي كلام القموس أتعبت من المشوار الشغل كل يوم ما هي رحلة من بيتك للشغل؟ حسنا؟ هذا مفهوم الإنجليش للإستخدامات يبقى واحد رحلة الرحلة مكان لمكان لو عطلب صفر الرحلة تبقى جرني الرحلة اعتيادية تبقى جرني تبقى جرني تبقى جرني تبقى جرني تبقى جرني السابس تبقى جرني تبقى جرني تبقى جرني ثابس تبقى جرني مرحش المكتب في رحلة شغل عنده شغل برا مكتبه برا المدينة مرحش هذا مرحش المكتب رحلة غير اعتيادية رحلة غير اعتيادية او مرة يسافر يبقى تريب اعتياد انت في لندن قابلت حد ترودي اول مرة يسافر هذه اول مرحش المكتب رحلة غير اعتيادية رحلة غير اعتيادية رحلة غير اعتيادية رحلة غير اعتيادية يعني ما بتتكررش عادة طبعا في حاجات سهلة جدا كيف عنها للاقتراح في سيغة سؤال اعتيادية اعتيادية يعني انت حاجة بتحصل عليها بعد تعب بعد شقة اشتغلت اعتيادية اعتيادية اي تنس اعتيادية من تعب يعني هنا اعتيادية زمان لما كان يشتغل. I earned. My living. يعني أكل عيشه. My living. Earn my living. يعني أكل عيشي. مصدر رزقي. يبقى مصدر الرز. أكل العيش. كل ده. Earn my living. Okay. الشغل. تعب. تشأ. تعرق. تاخد فلوس. يبقى earn. He earns Egyptian pound 500 a week. طبعا. EP دي المستخدمة حاليا في الوقت الحالي لجنة المصر. Egyptian pound. ونوع العملة بيكتب قبل الرقم. He earns 500 Egyptian pounds a week. He earns. إبادة. اللي بيكسبوا من شغله. تعبوا. إبادة. You've been studying for four hours. Take a break now. You earn it. بقى لك مدة بتذاكر. خد break. أنت تستحقها. تستحقها نتيجة تعبك. يبقى earn ما تحصل عليه نتيجة تعبك. نتيجة شئك. نتيجة عرقك. I earn it. يقول لك مثلا. واحد راح شغف دولة عربية عشرين ثلاثين سنة. راجع معا فلوس. طبعا. ثلاثين سنة بيدي عن أهله وبيته وبلده وكل حاجات دي. أوكي. فالناس بقى إيه جاءت. قول الله يا عم. ومش عرف. I earn it. I earn this money. أنا أصرفت عمري برا. قضيت عمري برا. I earn it. أنا أستحق ده وتعبت وشئت له. وضح المعنى. أد راذر. قدي لأبر راذر دائما نود. ذا كلام دا حفظة. I earn flopter plus مصدر من غير تو. I'd rather go to the movies. لو هكمل الق Yale. I'd rather go than ثم زائد مصدر أيضا I'd rather go than watch شافين parallel structure شكل ونوع الفعل قبل than يتكرر بعد than I'd rather go أي حتة than watch أي حاجة ok شكرا He was able to win the gold medal win يكسب يكسب مداليا يكسب المتش يكسب الكاس win the medal كسب المداليا الدهبية we won the cup كسبنا الكاس يبقى win أنت كسبت فمتش كسبت فموساب I win I'll accept دي العادي بتاعتنا I win I'll accept I win I win I win نجي يبقى الbeat وbeat beat beaten يعني beat present beat past beaten تصريف ثالث أهلي beat our team يبقى أهلي هزم our team ok أهلي beat our team يعني الأهلي هزم our team أهلي هزم المفعول وبيت بيت بيت بيتن احفظوها يعني يتوفق مع أخر ماتش بالصدفة البحثة أنا أساساً ما ليش في الكورة الأهلي beat our team يعني يعني السبجيكت هزم الأوبجيكت الفاعل هزم المفعول in the last match وبيت بيت بيت بيتن احفظوها يعني he beats he beats the other team the present he beat the other team yesterday ماضي بس بقى was beaten had beaten تصريف ثالث shore وبيتش وكوست وبرضو أنا بأديكم المعاني المباشرة البيسيك لكل استخدامات كل حاجات كتيرة جدة في الإنجليش لها استخدام exceptional يعني حالة مميزة مانا شعب المميز دلوقتي لما نقبله في جملة حبقى أشرحه لكن خدوا البيسيك shore التقاء الماء بالأرض الأرض اللي على البحر اسمها shore اللي هو مثلا مجازن الكورنيش بس مشارط يكون كورنيش فيه طريق ممهد يعني لأ shore ممهد أو غير ممهد التقاء الأرض بالماء حيثة الأرض اللي على الماء دي الأرض اسمها shore خلاص coast الحدود السحلية كل بلد لها ماية بتاعتها ملاكي أقولك الماء الداخلية يبقى شوية الماء بتاعنا دولة اللي هما تابع البلد اسمها coast coastline حدود الدولة في البحر الحدود السحلية يعني يجالك كلمة ساحل يعني هي الماء بتاعتك اللي قدام على طول دي اللي قدامك يبقى coast البيتش بقى اللي انت ممكن تنزل تقعد في الرملة معك شمسية لابس مايو وتنزل تعوم يعني الحتة الممهدة ان ناس تقعد فيها وتنزل تعوم منها دالبيتش historic و historical historic للأثار والمباني والحاجات الأخرى historic building مبنى تاريخي historic monuments أثار تاريخية أثار يعني تبقى historic meeting اجتماع تاريخي زي اجتماع مثلا اللي عملناها لوحدة السلام historic occasion ما هي الoccasion أي meeting decision قرار victory انتصار historic day يوم تاريخي historic visit زيارة تاريخية historic times أوقات تاريخية طبعا أوقات مناسبات اللي تحت تدولا كلهم نفس المعنى تقريبا سواء meeting أو occasion أو decision أو victory أو day أو visit أو times ده مناسبة تاريخية سواء ابتماع حدث قرار انتصار يوم زيارة أوقات historic أثار مباني historic فيه exceptional case آه لما أجي أحلم معكم بعض الجملة الصعبة هشرح لكم المعنى الاستثنائي هشرح لكم للوسائق للوسائق سواء الوسائق دي ورق أو استوانات سجلات أبحاث أو الشخصيات التاريخية التقاليد الأديمة التاريخية أو رواية تاريخية نوفل بوك فيلم مستندات ريسيرج سجلات شخصيات تقاليد تاريخية 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 أوكي ده الشرح بدون أي استثناءات و I wish you the best of luck والكلام ده كله تمارينه موجودة في كتاب grammar for all يعني حاولوا تجبوه وعتلقوا كل التمارين بالحلول I wish you the best of luck وإن شاء الله أتحققوا أحلامكو دايما سلام عليكم